مرحبا وكيف الحال لعله أول إشي نحكي فيه لما نحكي رمضان والصيام الجاف والصيام الإسلامي العصيرات لأن الواحد بكون عطشان في أثناء فترة الصيام ومن أهم العصيرات اللي ممكن تتوافق مع حمية الكيتو عصير التمر الهندي فحلقتنا اليوم رح كنحكي عن كل ما يتعلق بالتمر الهندي وكيفية تحضيره وكيفية الكمية مناسب استهلاكها حتى تستفيد من فوائده العلاجية وما تطلع من الحالة الكيتونية ومش بس هيك رح نحكي اليوم عن كيفية استفادة من الصيام الإسلامي وخصوصا في رمضان الصيام الجاف يعني في خسارة الدهون وزيادة الصحة كمان كل هاي المعلومات رح نحكي فيها اليوم بحلقتنا وانت عم تحضر صحة بلس مع صمارة وراجعين بعد الفاصل رح نحكي اليوم عن شهر رمضان المبارك وكيف نزيد سرعة الحرق وسرعة الخسارة الوزن في هذا الشهر الكريم فالصيام فيه ثلاث أضعاف قوة الصيام المتقطع اللي نعمله بالعادة ويلا رافقوني بعد الفاصل حتى ندخل في كل التفاصيل حلقتنا اليوم حلقة جديدة أكيد رح نحكي فيها بموضوع جديد ألا وهو الرجيم كيف دا نعمله أثناء الصيام في رمضان فكل عام وانتوا بخير من المعروف أن الصيام في رمضان صيام جاف فهو أصعب أنواع الصيام وأكثرها كفاءة ونفع للجسم وبتقدروا تحضروا حلقاتي عن الصيام رمضان في الرابط لحضرككم إياهون في صيامنا خلال صيام رمضان المبارك اليوم رح نحكي عن موضوع تنويع الوجبات أو توزيع الوجبات خلال النهار اللي هو الفترة المسموحة اللي ناكل فيها هنحكي عن الرياضة هنحكي إيش اللي ممكن ندخله في الأكل بحيث برضه نكون مبسوطين بأكلنا شوي في الشهر الفضيل ونخسر وزن الموضوع بده إرادة بس بده الأهم من هيك بده تخطيط ممكن بشهر رمضان تخسر من خمسة لعشرة كيلو في هذا الشهر بناء على أنت متى بح تبلش الحمية تبعتك أول موضوع أنه في هذا الرمضان فرصتك حلوة لأنه أنت مجبورة تصوم الشغل الثاني أنه أنت مجبر في أنك تأكل أكلك في فترة محصورة فأنت حتضطر تعمل صيام متقطع طويد عد الوجبات اللي ممكن تأكلها ممكن تأخذ وجبة أو وجبتين الأشخاص اللي لساتهم اجداد على الموضوع وما بيعملوا صيام متقطع ولا بيعملوا رجيم كيتوني فأفضل أنك تبلش بوجبتين وجبة الإفطار ووجبة الصحور بس يكون لهم تكنيك بأنك أنت تأخذ وجبة الإفطار تبعتك مدتها ساعتين لثلاثة يعني من الساعة سبعة للساعة تسعة وعشرة تأكل فيها كل الأكل اللي رح نحكي فيه في الحلقة وجبة التصحور تبعتك بتكون وجبة خفيفة بتكون قبل بساعة من نومك يعني ما بتكون بعد الساعة 12 بالليل هيك أنت بتخلي فترة أكلك بخمس أربع ساعات وبقية النهار كامل بيكون عبارة عن صيام الشغل للأشخاص اللي أساساً عملين رجيم كيتوني وصيام متقطع فهي فرصة ذهبية تتعود على وجب واحدة في اليوم فما في أفضل من فرصة شهر رمضان مبارك فبتصير بتاكل على الساعة سبعة وبتستمر بالأكل لتوصل ساعة تسعة أو عشرة بتخلص فيه كل الأكل رح تاكله في اليوم النقطة الثانية موضوع الرياضة عشان أنت تقدر تسمح لحالك بعض الشغلات اللي حسمحها أنا في الرجيم إلك في هذا الفيديو لازم تكون تعمل رياضة حتى تسهل على حالك وتضمن أنك تنزل بالوزن مع أنك تنبسط بأكلك فالرياضة بدأت تكون ثلاث مرات في الأسبوع كل مرة ما تكون أقل من ثلاثين دقيقة وما تزيد عن ساعة وهذا التمرين يكون يفضل قبل الإفطار فأفضل وقت تعمل تمرينك أكيد صباحا لكن معظم حيكون عطشان عطش شديد فما بدأت عبكم خلوه من الساعة ثلاثة لساعة ثلاثة العصر للسيدات اللي بكونوا بطبخوا في هذا الوقت إذا افترضوا أنهم بطبخوا من الساعة ثلاثة بإمكانكم تعملوا تمرينكم بعد الفطور لكن لازم يكون بعد ثلاث ساعات من الأكل فبعناته أنت بتكوني مجبرة أنك تاكل فقط وجب واحدة في اليوم ممكن بعد الرياضة تاكل لك بيضو أما بموضوع الأشياء اللي تاكلها خلال الإفطار فأنت أول إشيء أكيد رح تشرب مي الشغلة الثانية اللي رح أسمحلكم فيها وعادة من تجربتي مع مشتركيني ومعي شخصيا ما بتطلع الأشخاص في رمضان من الكيتو إذا أخذوا التمر فبإمكانك تاخد من تمرتين لتلاتة تمرتين إذا كنت ما بتعمل رياضة فبالتالي تاخد تمر على الفطور وتمر قبل النوم على الصحور أما إذا كنت بتلعب رياضة فبإمكانك تاخد تمرتين على الفطور وتمر قبل النوم وقت الصحور بغض النظر إذا بتاخد وجبة أو وجبتين أما الشغلة الثانية اللي بعد المي والتمر اللي هي الشوربة فإحنا أساسا دائما نحكي عن شوربة العظم فإنت بتعمل شوربة العظم مع الخضار أو بتعمل شوربة خضار بشكل عام الخضار تقدر تحطها كل أنواع الخضار ما عدا البطاطا والبازيلا والأشياء اللي مليانة نشويات أما البندورة والجزار والبكوسة والبصل والتومة كله متاح لك تحطه في الشوربة هذه اللي حتكون شوربتك الرمضانية المفضلة شوربة العدس فيها نشويات عالية فإذا بك تاخدها فهي جزء من البقليات حنحكي فيها بآخر الحلقة بس لازم تكون وقت التمرين الشوربات الكيتونية المليانة بالكريمة هي شوربات بكيد كيتونية لكن سعراتها عالية فبإمكانك تاخدها لكن في الأيام اللي بتعمل فيها تمارين رياضية وجبتك الرئيسية حتكون بعد شوربتك تقريبا بتلت ساعة أو ربع ساعة يفضل أن يكون أكلك أكيد هيكون فيك دائما فيه بروتين فحيكون فيه يا لحمة يا سمك يا دجاج كل هذا أو بيض أما بخصوص الصلطة فأكيد تستهلك من 7 إلى 10 أكواب صلطة في اليوم هذه الأكواب كلما كانت حصة الخضاريات والورقيات فيها أكتر بكون وضعك أحسن وكمية الأكل هاي رح تاكلها ما رح تدر تاكلها بساعة ولا بنصاعة عشان هيك خلي فترة أكلك تقريبا ثلاث ساعات بعديها ساعة أو ساعتين بريك بعديها وجبة السحور إن وجدت أما النقطة الثانية والمهمة اللي هي الليمون والخل فالليمون والخل إذا أخدتهم خلال صلطك فأنت بتقلل منها مقاومة الإنسولين وبتقليلت مقاومة الإنسولين بتزيد من سرعة نزولك بالوزن فخلي في صلطك فيه من معلقتين خل تفاح بالإضافة لليمونتين أعصرهم عليهم الشغلة ما قبل الأخيرة وقبل ما أحكي عن حلويات الكيتور سأحكي عن البقوليات فالبقوليات المسموحة إليك في رمضان لأنه أنت عم تعمل صيام إسلامي ولأنك عم تعمل رياضة سنحكي عن شربة العدس ممكن تأخذها سنحكي عن الفاصولية البيضة اللوبيا والفاصولية العادية الخضرة هاي الأشياء بالإضافة للفول والحمص أكيد لكن ضروري يكون في رياضة حتى تزيد من قدرة جسمك على استقبال النشويات والكربوهايدرات اللي هي بطيئة الدخول إلى الدم أساسا النقطة الأخيرة اللي هي حلويات الكيتور التزامك بحلويات الكيتور بشكل يومي هي ضمانة لاستمرار ثبات وزنك طول الشهر الكريم فبالتالي بدك تحاول تلتزم بحلويات الكيتور في الأيام اللي بتعمل فيها تمارين رياضية للأشخاص اللي ما بمارسوا الرياضة بإمكانك تعمل تمارينك تاخذ الحلويات الكيتونية أو اللي ما فيها سكريات فيها بس بدائل سكة بالفترات اللي هي أسبوعية يعني مرة بالأسبوع بالأكتر مرتين بالأسبوع هيك أنت بتضمن أنه تنزل في رمضان بحدود 5 ل 10 كيلو بيعتمد على كميات السوائل مخزونة جواتك بدنا نحكي اليوم عن التمر الهندي عصير التمر الهندي بدنا نحكي عن فوائده هل هو كيتوني أو لا والأشخاص اللي بياخدوا أدوية بيقدروا ياخدوا وللأ التمر الهندي المشروب الرمضاني بامتياز بدنا نحكي عن هذا المشروب الرمضاني هل مقدر نشربه أثناء الحمية الكيتونية وإيش تأثيره على الكيتونات هنحكي في حلقتنا لليوم مين الأشخاص الرغم فوائده اللي هنذكرها خلال الحلقة ما بيقدروا يلتزموا عليه في البداية لما نحكي إحنا عن التمر الهندي إحنا ما منجيب صيرة التمر العادي لأنه أساسا مختلف اختلافا كليا فالتمر الهندي أقرب للعدس منه للتمر اللي بناكله اللي بنامي على شجر النخيل التمر اللي بناكله على شجر النخيل زي التمر الصقعي ولا المشهول ولا السكري حتى هو عبارة عن فاكهة والفاكهة مجففة لكن لما نحكي عن التمر الهندي فإحنا نحكي عن عائلة أخرى من النباتات الإشي المشترك الوحيد بجوز من بين التمر العادي والتمر الهندي هو إنهم التنين النبات لكن التمر الهندي هو من الأوردر أو حتى من الفاميلي تبعت البقوليات فهو أقرب من مواصفاته للبقوليات وحتى أقرب للفول منه للتمر في التمر الهندي فيه تقريبا 63 جرام من النشويات الإشي اللي بيخليه أكيد مش كيتوني وهو بالطابق مع كمية النشويات الموجودة بالفول المدمس اللي إحنا بنستهلكه في أطباقنا العادية بالتمر الهندي فيه عندنا تقريبا 6 أو 7 جرام من الألياف بينما في الفول فيه 15 إلى 20 جرام من الألياف الإشي اللي بيخلي التمر الهندي ممكن أنك تاكله رغم أنه مش كيتوني أنه الطريقة اللي بناكله فيها بتخلي الكمية اللي بتاخدها منه قليلة جدا فالتمر الهندي بيحتوي على غليسيميك انديكس هو يعتبر من الغليسيميك انديكس القليل من ضمن البقوليات فهو تقريبا الغليسيميك انديكس إلى 18 وأقل من 35 فهو مسموح في الكيتو الشغلة الثانية أنه الكمية اللي بتدخل في صناعة عصير التمر الهندي اللي انتو حتستخدموه إن شاء الله برمضان هو تقريب بيخلي الغليسيميك لود إله تقريبا 1 أو 3 وأقل بكتير من 10 فبالتالي ما بيأثر نهائي على قيم الكيتونات إذا ما كان بيعملها بيزيدها وتأثيره على السكر قليل جدا قلينا نحكي عن فوائد التمر الهندي قبل من نحكي كيف طريقة تحضيره بحيث يصير عصير كيتوني وأول فوائد التمر الهندي احتواءه على كمية كبيرة من المغذيات المفيدة لجسمك أكيد فهو بيحتوي على الفيتامينات بيحتوي على المعادن بالإضافة للأحماض الأمينية يعني البروتينات وهذه كلها موجودة تقريبا في 120 جرام من التمر الهندي بنسب عالي نسبيا فتقريبا في 25 إلى 35% من حاجتك اليومية من كل من المغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد والفيتامين بي وان أما الفائد الثاني فهو بيأثر إيجابا على الكوليسترول في الدم فاحتواءه على مركب الفليفانويدس اللي بتأثر إيجابا على صحة الكوليسترول عندك في الجسم فبتخفض الكوليسترول والدهون الثلاثية بالإضافة للكوليسترول السيء اللي هو LDL وهذا بيأدي لأنه بيحميك على دورتك الدموية من الإغلاقات المستقبلية الفائد الثاني أنه غني بالمغنيسيوم فلأنه مليان بالمغنيسيوم بيخلي النوم عندك أحسن لأنه المغنيسيوم هو بحطك في النوم بمنع الشد العضلي في الأرجل بالإضافة بمشي الجهاز الهضمي فبمنع الإمساك أما الفائد الرابع للتمر الهندي فهو مضاد حيوي طبيعي فهو مضاد للبكتيريا وبمنع تكاثر الفيروسات بالإضافة أنه مضاد حيوي للفطريات والطفليات وكان يستخدم في إفريقيا اللي هي البلد الأساسي لإلتشاره أساسا لعلاج المرارية حيث أصلا هو أقصى موجود كثير هنا أما الفائد الخامسة فهو مفيد أكيد جدا للجهاز الهضمي فهو يستخدم لعلاج قرحة المعدة وقرحة الأمعاء فخصائصه العلاجية بتعطيه قوة أنه على البكتيريا اللي هي بتسبب قرحة المعدة إضاف إلى ذلك بتساعد على شفاء جدار المعدة وجدران الأمعاء وبالأخير وقبل ما أحكي عن الكميات اللي بتخليه كيتوني مين الأشخاص اللي لازم ما يستخدموه في كل الظروف أول هدول الأشخاص الأشخاص اللي بيستخدموه اللي هي عم نحكي عن الإسبرين أو البروفن الإيبروفن المسكن الإسبرين والإيبروفن لما أنت بتاخد التمر الهندي بيزيد من قوة إمتصاصهم فبالتالي بيزيد من تميع الدم منحكي عن لما بتاخد الإسبرين وبتطلع النتائج السلبية بيزيد من كمية النتائج السلبية لإستخدامك أو المضاعفات لإستخدامك الإسبرين ونفس الإشي بيصير للإيبروفن وهدول التنين معروفين أنهم بيسببوا قرحة المعدة الشغل الثاني الأشخاص اللي عندهم سكري فرغم أنه أنا بتجربتي رفع لي السكر الاستهلاكي للتمر الهندي إلا أنه معظم الدراسات الدوائية اللي بتحكي عن التمر الهندي عمالها بتحكي أن الأشخاص اللي بياخدوا عقاقير الأدوية تبعة السكري لازم يكونوا حذرين في كمية التمر الهندي بياخدوها لأنه ممكن يعمل انخفاض في السكر في الدم لأنه بيحسن الأمراض السكري لكن أنا تجربتي أنه فيه سكر والسكر رفع السكر عندي من 91 أو من 95 إلى 106 خلال نص ساعة وأخيرا خلينا نحكي عن إيش الكميات المسموحة وكيف صارت هذا التمر الهندي عصيره كيتو رغم أنه هو كمنتج مش كيتو أول إشي التمر الهندي بيجي على باكيتات 160 جرام المية وستين جرام بيحتوي على تقريبا 99 جرام من السكر لما نطرح الألياف اللي فيها بصفه 90 كمية كتير عالية لما أنت بتصنعه بتحله في مي هذه المي بتتركها لا يوم كامل أو ليلة كاملة حتى تتفرغ السكريات اللي فيه والعصارة والمعادن تنزل جوا المي هاي بعدين بنعمل على غليه لمدة 15 دقيقة بعد ما نخلص الغلي للمدة 15 دقيقة بنجيب مصفاية ومنصفي التمر الهندي ومنظل نضيف عليه مي ليصير كمية المي كاملة عبارة عن 3 لتر التلاتة لتر هادي 3000 مل هاي مسموح لك تاخد منها كوب واحد طيب قديش بيصير حستك من السكر الموجود في التمر الهندي اللي هو 91 بتطلع حستك تقريبا 6 ل7 جرام من السكر والغليسيميك اندكس له اساسا منخفض فالغليسيميك لود رح يكون برضو منخفض لما بتحسبه فمنطقيا وحسابيا هو كيتو لا محالة أما بالتجربة فلما أنا عملت التجربة في تبع التمر الهندي كنت صايم صيام عادي بدون تمرين رياضية است الكيتونات على الأدان كانت 0.5 بعد 10 دقائق لقيتها 0.7 بعد 3 ساعة كمان يعني بعد نص ساعة من التناولي لكأس التمر الهندي كامل الكوب نزلت الكيتونات إلى 0.6 لكن المحصلة ارتفعت السكر كان 95 نزل إلى 91 بعدين رد ارتفع إلى 105 فهو ضغط على السكر بأنه نزله بعدين شكله للجسم رفع السكر لحاله فهو بالنهاية رفع عندي السكر فالمرضى السكري اللي بياخده علاجات ينتبهوا واللي ما بياخدوا علاجات لو شربتوا وقيسوا السكر عشان تعرفوا قديش تأثيره السلبي على السكر عندكم بالنهاية صحة وهنا عليكم التمر الهندي الكيتوني لما بتعملوا عصير وإذا حطيت عليه ستيفيا أو تروفيا بيكون طعمه خرافي وبالنهاية شفتوا المعلومات بالفيديو مفيدة أكيد لا تبخل على غيرك بالشير فنشر المعلومة أكيد خير ولا تبخل على حالك بأنك تنضم للقناة وتكبس على إشارة الجرس حتى تجيك أول بأول إشعارات كل ما يخطر عبالي فكرة مفيدة إلك وأكيد لا تبخل على لي أنا أحمد سمارة بأنك تعملي لايك وبدعوكم تتابعوني دائما على السناب شات والإنستغرام وتنضموا العالم الرابع على الفيسبوك عالم سمارة سكيتو أنت فاستينج بلنت هاي المجموعة الرائعة اللي بتتفتخر بوجودي فيها وبشوفكم في الحلقات الجاي ومع السلامة وبأمان الله باي اشتركوا في القناة